اكد اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امنى وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل اكد ان قطاع سباقات الخيل والفروسية في مملكة البحرين يشهد قفزة متوالية وانجازات نوعية اسهمت في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية وذلك في ظل ما يحظى به القطاع من اهتمام ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال سموه ان مملكة البحرين اضحت وجهة رائدة لتنظيم سباقات الخيل بفضل ما تمتلكه من مقومات وامكانيات متميزة وكوادر وطنية مخلصة اسهمت في تحقيق العديد من المنجزات الرياضية التي تدفع بالقطاع قدما مشيرا سموه الى ان سباق كأس البحرين الدولي للخيل عزز من سمعة المملكة في الاوساط الدولية لرياضات الفروسية وسباقات الخيل ويؤكد على ما وصلت اليه مملكة البحرين من مستوية متقدمة في استضافة البطولات والسباقات الدولية جاء ذلك لدى حضوري سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة اليوم بفندق الفورسيزن الخليج البحرين لقرعة الجيادة المشاركة في النسخة السادسة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل والذي سيقام يوم الجمعة المقبل على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وقد رحب سموه بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأكد سموه ان الجهود الطيبة والمساعد دعوبة التي يقوم عليها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هي محط اعتزاز وتقدير وكان لها الأثر في دعم وتطوير قطاع سباقات الخيل والفروسية ومواصلة تعزيز مكانة المملكة في الأوساط الرياضية متمنيا لكافة منتسبية النادي المزيدة من التوفيق والنجاح نحو تحقيق الأهداف المنشودة للنادي وحضر مراسم القرعة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرعية والداعمة للسباق الدولي إلى جانب عدد من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية هذا واجرت عملية القرعة وسط أجواء تنظيمية مميزة حيث تم سحب أرقام بوابات انطلاقة الجيادة المشاركة في الشوط الرئيسي للسباق لعدد 12 جوادا من مختلف الاسطبلات العالمية والبحرينية والتي ستتنافس في السباق الرئيسي ترجمة نانسي قنقر